في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد عدد من المواطنين بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة مطروح مؤخرا بصراحة مطروح تغيرت جدا وحصل طفرة سياسية واقتصادية تنموية كبيرة خالص بصراحة عن الأول بالنسبة للعالمين الجديدة نقلت مطروح نقلة تانية حطتها على خريطة السياحة العالمية وعلى خريطة الاهتمام الاقتصادي الكبير الذي حصل في البلد اليومين دول من ناحية تنموية وقتصاديا ومطروح من الشواطئ تعتبر من الشواطئ العالمية الجميلة على مستوى العالم في الفترة الأخيرة محافظة مطروح شهدت مشروعات كبيرة جدا تنفيذها على أرض مطروح وخصوان في كافة المجالات خاصة المشاريع التنموية توسيع رقع زراعية استغلال الموارد الموجودة في المحافظة بشكل أساسي لتشغيل أكبر عدد من الشباب والاستفادة منهم نشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نعمة الأمن والأمان الواحد يقعد في البيت بابه مفتوح تروح في الشارع تسيب عربتك مفتوحة أمن وأمان يعني الحمد لله هادي أول حق نشكره وتاني حقا نشكره السيد اللي هو خالد شعيف خدمات المواطن المحافظة مفتوحة لـ 24 ساعة مدرية الأمن المفتوحة الإسم المفتوح الخدمات المتوفرة برضو نشكر السيد المهندس المهندس خالد عبدالله عيسى حل أزمة المية بص بسم الله من شاء الله بأمانة عن تقربة البلد كانت في أزمة وقه خمس زاية الدنيا تحلت وبقت المية مية مية والمية متوفرة والأمن والأمان والدنيا مية مية الحمد لله